جهود دبلوماسية مكثفة تجرى في تل أبيب ولبنان وفرنسا عنوانها جبهة لبنان فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم على الحدود اللبنانية منذ بدء حرب غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل تتزايد المخاوف من انفجار الأوضاع وتحول المواجهة الحالية إلى حرب شاملة ولتفادي هذا السيناريو وصل المبعوث الأمريكي الخاص أمس هوكشتاين إلى إسرائيل والتقى رئيس وزرائها ومسؤولين آخرين سعيا لوقف التصعيد مع لبنان من جهتها نقلت صحيفة والسري جورنال عن مسؤولين أن المبعوث الأمريكي أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله ونقشاء التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل فيما كشف مسؤول فرنسي أن المفاوضات غير واردة الآن مع حزب الله لأنه يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقف إطلاق النار في غزة وهو الأمر الذي يرفضه الإسرائيليون تنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل ومنذ أن قرر الانضمام إلى الحرب التي بدأتها حماس في السابع من أكتوبر أطلق حزب الله أكثر من خمسة ألاف صاروخ وقظيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيرة من لبنان على العائلات والمنازل والمجتمعات الإسرائيلية هجمة حزب الله المتزيدة تقودنا إلى حفة ما يمكن أن يكون تصعيدا أو سعنطاقا وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها حزب الله يعرض مستقبل لبنان للخطر حتى يكون درعا لحماس حتى يمكن أن يكون درعا لحماس قتل قائد ميدني في حزب الله بغارة إسرائيلية اليوم على بلدة سلعة جنوب لبنان وأفادت مصادر الحدث أن السيارة استهدفت بمسيرة في بلدة سلعة وهي تقع جنوب نهر الليطاني ضمن نطاق عمل القوات الطوارئ الدولية في قضاء صور وأن القائد الذي قتل يدعى محمد مصطفى أيوب من بيروت ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر يطلعنا أكثر على آخر التطورات الميدانية والعسكرية على الجبهة الجنوبية محمود مساء الخير تفضل آخر هذه التطورات هي قذيفة من مدفعية سقطت منذ بعض الوقت في بلدة يارون وكانت هذه البلدة قد استهدفتها المدفعية الثقيلة وهذه المرة من عيار 175 وتحديدا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت العصمة اللبنانية بيروت ولكن كان قد سبق ذلك سلسلة من الغيرات من الطائرات الإسرائيلية إن كانت الحربية أو المسيرة وهي التي استهدفت بلدات عيت الشعب وشأرة وعيترون وأيضا كفر كلا في كفر كلا كانت مسيرة استهدفت منزلا بصاروخ ليتبين بعد ذلك أن المنزل كان خاليا من ناس مدنيين لبنانيين أو مقاتلين لحزب الله وأيضا في شقرة سجل إصابة عدد من المدنيين عملت سيارات الدفاع المدني والهيئة الصحية التابعة لحزب الله على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة في حين أن القسف المدفعي هو الركيزة اليوم في المواجهات على الجبهة وإن كانت هذه المواجهات يصح القول بها وفيها إلى أنها كانت من جانب واحد بمعنى إلى أنه من الأمس حتى هذا التوقيت حزب الله لم يمبادر إلى القيام بأي عملية عسكرية ميدنية على الأرض إن كان باتجاه المواقع الإسرائيلية أو أيضا باتجاه السلاح الجو المصير حتى هذه الساعة أقله لأن الإعلام الحربي لم يأتي على ذكر أي من العمليات العسكرية كالعادة وإنما نعى الإعلام الحربي مقاتل كما وصفه بالشهيد المجاهد والذي قتل في غارة سلعة والتي أشارت معلومات إلى أنه يعمل أو يشرف على جزء من التصنيع الحربي لراجمات الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان منذ الأمس حتى هذا التوقيت وربطا بعيد الأطحى المبارك عاد بعض من الناس أو المواطنين اللبنانيين الذين تركوا قراهم في الأشهر الماضية صلوا صلاة العيد في البلدات وزاروا المدافن على عادة لبنانية يقومون بها في صباحية كل نهار عيد وإن كان القصف المدفعي في بعض البلدات قد أجبر الأهالي على العودة سريعا إلى الأماكن التي كانوا قد التجأوا إليها في الأشهر الماضية من بيروت مراسل الحدث محمود شكر شكرا جزيرة لك على كل هذه الإضاحات هذا من الجانب الميداني ماذا عن الجهود الدبلوماسية نناقشها مع ضيفنا من طرابلس شمال لبنان النائب في البرلمان اللبناني إيهاب مطر مرحبا بك شكرا لوجودك معنا أستاذ إيهاب محادثات هي غير مباشرة بين هوكشتاين وحزب الله بوساطة برري هل هذا اختراق أم هي محادثات عادية؟ يعني أولا أنا كناب لبناني أتأسف أن أقول أن قرار الحرب والسلم ليس في يد الدولة اللبنانية الكل اللي بيعرف اليوم أن هذا القرار هو مخطوف وأن حزب الله هو القيم على قرار الحرب والسلم فأتأسف لهذه الظاهرة من جهة تانية اليوم الموفد الأمريكي طبعا مثل كل الموفدين الأوروبيين عم يجي لحتى يلعب دور الوسيط أكد بالتعاون مع الرئيس بري وبالتواصل كمان مع الرئيس نجيب ميقاتي لحتى يكونوا هن عم ينقلوا الصورة إلى حزب الله فكمان هذا الوضع يعني اللي نحن نتأسف يعني لقلو ولكن هذا وقعنا بما يخص يعني زيارة هوكشتاين اليوم الكل اللي بيعرف صار أنه هناك إطار اتفاق يتم يعني البحث فيه وأكيد هوكشتاين عم بناقش الموضوع مع رئيس نبيه بري ومع رئيس نجيب ميقاتي وأساس هيدا الاتفاق هو القرار 1701 يعني هو مركز على القرار 1701 الكل اللي بيعرف أنه في بعض الخلافات حول هذا الموضوع والقرار 1701 اللي هو صدر من بعد حرب تموز 2006 لم يتم تطبيقه حتى الآن اليوم أكيد في مسعى جدي أن يتم تطبيق القرار 1701 منعا لأي تصعيد لحرب في غزة وطبعا تلقى أيا في الجنوب نعلم أن هناك عدة نقاط خلافية حول هذا الموضوع من ضمن أكيد المنطقة العازلة التي يصعب الوصول إليها طالما بيئة حزب الله المقاتلين في حزب الله هني إجمالا من البيئة الجغرافية في الجنوب اللبناني فيمكن يكون من الصعب جدا أنه يتم الوصول إلى منطقة عازلة مثل ما عم يطلب أكيد الجانب الإسرائيلي وطبعا نحن حارسين جدا كلبنانيين أنه يتم تطبيق الألف سمعمية واحد من الطرفين الطرف اللبناني وطرف الإسرائيلي سأعود إليك إلى نقطة 1701 أستاذ إيهاب ولكن حتى أفهم من حضرتك مع كل هذه حتى المفاوضات غير المباشرة ما بين هوكشتاين وحزب الله اليوم الحزب اليوم هل يريد الانزلاق إلى حرب أم هذه حرب الإشغال كما يسمونها فقط لحفظ ماء وجه المقاومة لا واضح يعني إجمالا عبر هستة سبعة تشهر يلي مرؤوا هستة سبعة تشهر يلي مرؤوا أن حزب الله لا يريد الانزلاق أكثر بالحرب ونحنا كنا سمعنا كلام حتى داخل أربرلمان اللبنانية وحتى من جهات معنية بالأمر أن حزب الله قال أنا لن أتوسع بالحرب طالما تبقى الأمور ضمن قواعد الاشتباك إلا إذا الطرف الإسرائيلي قام بتوسعة الحرب فنحنا من هذا المنطلق نحنا نعرف أن الجانب اللبناني لا يريد توسعة الحرب أو بالأحرى الجانب اللبناني المعني بهذه المعركة اللي هو مش الدولة اللبنانية اللي هو حزب الله لا يريد التوسعة ولكن اليوم ما حدا نبيعرف شو ما أقوله يصير عبر نتانياهو يعني التصور أنه اليوم زيارة هوكشتاين هو اللي منع الانزلاق إلى مالة تحمد عقباء ولمنع توسعة رقعة الحرب هذا الهدف الأساسي من الزيارة على حسب المعطيات اللي هي موجودة عننا طيب رفض حزب الله فك الارتباط ما بين الحرب في غزة وحرب الإسناد هل هي قطعة طريق أمام أي تسوية حدودية مرتبطة بالتوافق على تطبيق القرار سبعة عشر سفر واحد رغم عروض أبريكية وفرنسية فيها بعض الجوانب المغرية للحزب نعم بآخر الزيارة قمنا فيها إلى الولايات المتحدات كان هناك لقاء مع هوكشتاين وتم التطارق إلى هذا الموضوع وكان يعطي بعض الإحاءات أن هناك إطار اتفاق وهناك بعض التطور تم قطع مراحل متقدمة بهذا الحوار يعني طبعا اليوم الأساس بالموضوع هو فصل غزة عن الجنوب والأساس بالموضوع هو فصل الجنوب عن المعركة الرئاسية كما قال لنا هوكشتاين ولكن يعني اليوم إذا ما في ضمانات لحزب الله إذا بدأ يكون تطبيق أستوى طاع صفر واحد على حساب حزب الله فقط لا أتصور أننا بالإمكان الوصول إلى هكذا اتفاق ما هي ضمانات؟ نكرر ونشدد أننا طبعا ضد الحرب نحن لا نريد الحرب نحن لا نريد توسعة الحرب ولكن نتمنى أن يكون تطبيق القرار سبطة صفر واحد يعني قريب ونتمنى أن يكون من جانب الطرفين ونتمنى أن يكون هناك التزام من الجانب الإسرائيلي كما هناك التزام من الجانب اللبناني بهذا التطبيق ما هي الضمانات أستاذ إيهاب مطر كنت قد تحدث عنها الذي يريدها الحزب لتطبيق القرار سبعة عشر سفر واحد أكيد الضمانات هو الكف عن الخروقات الدائمة واليومية إن كانت استخبراتيا ولا كانت عبر الحدود يعني عبر الجو يعني طبعا هناك أيضا بعض الأمور الأخرى يعني هو أكيد ضمانات بعدم يعني إذا بدك ضرب الأراضي اللبنانية يعني هناك بعض الأمور التي يجب أن يصل إليها يعني الجانب اللبناني أو حزب الله لحتى يعرف أنه بالآخر الإسرائيلي سوف يلتزم وطبعا بالمقابل الإسرائيلي كمان يعني بده ضماناتنا الجانب اللبناني ومشان هيك اليوم النقطة الخلافية يعني حسب المعطيات هي المنطقة العازلة يلي الإسرائيلي مصر عليها واللي الجانب اللبناني أو حزب الله بيقول أنه هذه مش وارد أنه تصير طبعا طيب حتى مسألة الضمانات الإسرائيلية لحزب الله غير واردة وبالتالي مسألة الاستهدافات الإسرائيلية في العمق اللبناني وأيضا الرد حزب الله على شمال إسرائيل سيكون مسلسل مستمر طالما الحرب مستمرة في قطع غزة طبعا ولكن اليوم من الواضح أن لا مصلحة عند أحد إلى توسع طقعة الحرب في الجنوب اللبناني وهذا الشي صار منموس يعني بالحد الأدنى إلى الآن نحن منعرف أنه اليوم في الانتخابات الأمريكية يلي هي صارت قريبا يعني قريبة ومنعرف أنه في بعض المصالح وبعض المتغيرات يلي ما قولت تحصل على المنطقة إذا صارت الانتخابات الطرف يلي مراهن على بقاء بايدن والإدارة الحالية كمان عم بيحاول أن يرتب أموره ضمن هذا الإطار والطرف الآخر يلي مراهن أنه معقول يصير في تغيير بالإدارة الأمريكية كمان عم بيحاول يجهز حالوله حتى يكون يعني بموقع قادر أنه يستفاد إلى حد الأكبر فاليوم إذا ما في تدخل عربي وتدخل إقليمي وتدخل دولي دبلوماسيا التدخل العربي والدولي كان متمثل في اللجنة الخماسية فشلت قطع حزب الله الطريق أمامها لا مش رئيسيا حتى نحن شفنا كمان أنه في عدة دول أوروبية اليوم اعترفت بدولة فلسطين بمسعى من المملكة العربية السعودية مشكورة فهذا الحراك الدبلوماسي اللي نحن منعول عليه أنه إذا صار في توسيع لألو وصار في عدد أكبر من الدول اللي بتعترف بدورة فلسطين هذا أكيد موقف محرش جدا إلى نتنياهو وإلى الحكومة الإسرائيلية وهذا بيعطي طبعا دافع أكتر إلى المساعي الدولية لحتى تقدر توصل لحل بما يخص الحرب القائمة اليوم طبعا نحن أكيد الهدف أنه يعني يقف زلزال الدم وسلسلة الجرائم اللي عم بتصير اليوم بغزة ونحن مش عم نتطلع إلى يعني هدنة تكون مؤقتة نحن نأمل أن يكون في وقف لأطلاق النار بصورة دائمة عبر مساعد دبلوماسية طبعا نحن برجع بإلك وبركرر كدولة لبنانية نحن ضد الحرب ما هذه النقطة أين دور لبنان الرسمي رغم المخاطر العالية على التهديدات هذه لبنان الر بعجالة لو سمحت نعم يعني اليوم الواقع السياسي اللبناني ما بيخفى على حدا الجميع يعلم أن القرار الرسمي اليوم مخطوف وخاصة قرار الحرب والسلم يعني نحن نسع جاهدين إلى استعادة هذا القرار إلى نيف الدولة اللبنانية ولكن إلى الآن في واقع بالبلد فارض حاله مش قادرين يكون عم نغيره على أمل أنه بالمستقبل نسع جاهدين دبلوماسيا لحتى نقدر نستعيد قرار الدولي اليوم القرار مش عند الدولي للأسف شكرا جزيرة لك من طرابلس شمال لبنان النائب في البرلمان اللبناني إيهاب مطر على كل هذه الإضاحات شكرا جزيرة لرفضوا شكرا جزيرة للمشرف وق دل sarcส